بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنشرح شابتر 1 في مادة CS140 او Java 1 طبعا البرت الاول من المادة هو ان احنا نتعلم اساسيات لغة الجافة لان المادة لها تكملة CS141 في المستوى الرابع طبعا لغة الجافة زي اي لغة برمجة لا اسس لازم تمشي عليه بس الشابتر الاولاني مقدمة سهل خالص فهو في الاول بتكلم في الشابتر الاول بيقول لي ايه بقول لي ان الكمبيوترز او اجهزة الحسب الاولى مصممة عشان تعمل بعض الـTasks او المهام وكل تاسك لها برنامج خاص بها بقول لي ان الـTasks المهام المختلفة لها different programs يعني كل تاسك او كل حاجة ان عايز اعملها بعمل لها برنامج خاص به تعريف الـProgram او البرنامج قالك ان البرنامج هو sequence مجموعة من الـOperations او العمليات او الاوامر اللي بيحصلها executed بتشتغل مع بعضها يعني احنا عندين ايه البرنامج مجموعة من ال operations العمليات او ال instructions او الاوامر اللي بتتنفذ مع بعضها كباكش طبعا هو بيكون في instructions او اوامر لها تسلسل او sequence معين انا هشغلها مع بعضها عايز تجيب حصل جامع رقمين عايز تجيب المتواصف عايز تجيب اكبر طالب من حس المعدل مثلا بيقولك ان اي برنامج كبير او معقد sophisticated بيحتاج ان يكون عنده team بيعمله يعني انت بتعمل software لبانك او للشركة اتصالات فهذا برنامج ضخم لابد يكون عندك فريق عنده مهارات معينة في البرمج يعني مش كل برنامج يشتغل فيه شخص فيه برامج بيشتغل فيها 20, 30, 50 حسب حجم البرنامج وايه هي التسكس المطلوبة منه اول سؤال هنا self check 1.1 بقوله هنا what is required ايه المطلوب عشان اشغل cd فهم music طبعا عشان تشغل اي cd او اي شيء لابد ان يكون فيه برنامج بيعمل كده يعني لابد يكون فيه برنامج بيشغل cd وياخد الداتا اللي فيها لو كانت cd فهم music قالك بيرسلها على السبيكر على السماعات او على السكرين على حسب يعني انت ممكن تعمل لها عرض اذا كانت فيديو والصوت بتم ارساله اولى السبيكر او السماعات طيب بعد كده السلفي تشك التاني بقولي ليه السيدي بليير ليه مشغل الاستوانات قالك ليس فليكسابل اقل مرونة من الكمبيوتر اذا الكمبيوتر بيعمل اي حاجة انت عايز تعمل انما السيدي بليير بيعمل مهمة واحدة بس انه بيشغل الاستوانات اللي انت عايز تشغلها السيدي بليير قالك can do one thing بيعمل تاسك واحدة playing music cd بيشغل استوانات music اما الكمبيوتر بيعمل اي تاسك طبعا ايه بقى اكيد الكمبيوتر هو اللي اقمارن اكتر من السيدي بليير سيل في تشك التالتة بقول لي كان هل الكمبيوتر يقدر اما لما باجعمل انا اكتب الكمبيوتر الكمبيوتر عبارة عن مجموعة من الاوامل قالك هل الكمبيوتر بروجرام هل البرنامج بتاع الكمبيوتر بينفز التاسك اللي بيطلبها منه المبرمج بطريقة افضل ولا لا اولا الكمبيوتر بروجرام بينفز التاسك زي ما طلبها المبرمج حسب الفيجن او وجهة نظر المبرمج فاكيد هو مش هينفز بطريقة افضل من البرنامج يعني بقول لك هل البروجرام كمبيوتر هل كمبيوتر هل برنامج كتابت على الكمبيوتر لما بيجي ينفز اي تاسك بينفزها بطريقة افضل من اللي تخيلها المبرمج لا ده هو بينفز حسب طلب المبرمج وحسب ترتيب الاوامر اللي كتبها او حسب السيكونس تتسلسل الانستراكشنز او الاوامر اللي حددها المبرمج لتنفيذ التاسك يعني هو ما هو الا الية لتنفيذ اللي انا عايزه بترتيب معين فاكيد مش هيكون افضل هو بينفز اللي انا عايزه فقط ثم فيه لكن الكمبيوتر ممكن ينفز عدد من الانستراكشنز او من الاوامر يعني هو بينفز بعض التاسكس اذا كانت موجودة على شكل انستراكشن او على شكل اوامر وقالك ان هو بيشغلها ذري رابط لي بسرعة جدا وهو بيشتغل عشان يعمل بيبدأ يديني فكرة عن الكمبيوتر بقولك ان اي كمبيوتر بيكون فيه سنتر بروسيسي ونجيني وحدة المعالجة المركزية اللي هي فيها البروسيسر او المعالج ودي اهم حاجة ثم الزاكرة الزاكرة اهم حاجة فيه برايمر استورج اللي هي الزاكرة الاساسية اللي هي الرامات اللي هي الرام اللي هي بسموها random access memory لانا ديت اللي بتشغل البرامج والملفات وفيه الزاكرة التانية اللي هي السكندر استورج اللي هي الهارد ديسك وفيه زواكر ممكن تتوصل بالجهاز عن طريق اليو اسي بي زي الفلوب ديسك وزي الفلاش وزي الاكستيران الهارد ديسك الهارد الخارجي وفي الكمبيوتر كمان فيه بعض الاجهزة الترفية اللي بتتوصل عن طريق اليو اسي بي او الكابلات اللي هي بيسموها البريفرالز اللي هي الاجهزة الترفية اللي بتتوصل زي اي شيء عن طريق اليو اسي بي وفيه قالك ان الكمبيوتر بيعمل executes بينفذ instructions بشكل مبسط بعض الاوامر المبسطة وقالك انه بينفذ instructions او الاوامر very rapidly بسرعة جدا يعني هو جهاز عام بدر استخدامه لتشغيل اي برنامج او لعرض فيديوهات او لتشغيل music يعني بيعمل اي تسكة حاليا انت عايز تعمل طبعا مديني بعض الصور سيبك منها للبروسوسر او الرامات او الهارت ديسك او زي كده هنا بيقول لي فين البروغرام اي برنامج stored بتخزن لما ما بيكونش شغال يعني بيقول لي where is a program stored فينби بيتم تغزين البرنامج في حالة ان هو ايه η 室ر اذا البرنامج شغال اذا حد Wellington اذا البرنامج شغال بيبقى شغال عن طريق الرامات اما اذا البرنامج مش شغال بيتخزن في الهارت ديسك يعني البرنامج اذا كان حاليا شغال running بيبقى فين بيبقى في الرامات اما اذا كان ليس شغال يعني لا يعمل يعني انت مطفل بروغرام او منتج عمله رن بيتخزن في السكندر ستورج اللي بيسموه الهارد ديسك الهارد ديسك زاكرة لتغزين الاشياء بشكل دائم بس لما تشغل اي برنامج بيتناقل الى الرمات فلذلك حجم الرمات مهم جدا في تحديد سرعة اي كمبيوتر السؤال اللي بعد كده بيقول لي ويتش بارت اي جزء في الكمبيوتر اي هو الجزء اللي في الكمبيوتر اللي مسؤول عن تففيز الاريسماتيك اوبريتنز العمليات الحسابية زي الجامعة الطرح طبعا هي الـ CPU او Central Processing Unit هنا بقى درحل الـ Machine Code هي لغة ولكنها بتعامل بـ Zero One بتعامل مع البروسيسر بس قال لك ان الـ Machine Code بتحتمد على الـ CPU طيب على نوع المعالج او نوع البروسيسر المشين كود دي لغة بتحتمد على نوع المعالج الموجود في الكمبيوتر بتاعك قال لك ان الـ Instructions Set مجموعة الاوامر بتاعة الجافة انت لو كتب برنامج جافة في حاجة اسمها جافة فرشا المشين الجافة فرشا المشين هي اللي بتاخذ البرنامج بتاعك وتشغله وتعمله تنفيذ بناء على نوع المعالج يعني انت ممكن تكون كاتب برنامج على ويندوز وتغضو وتشغله على ماك او على اندرويد طبعا ده لازم يكون الجافة فرشا المشين عنده قدرة لتشغيل البرنامج على اي operating system وحسب نوع المعالج فالجافة فرشا المشين بتختصر بـ JVM قال لك ان هي لغة بتحاول تعمل لودنج او تنفيذ مثلا sequence من المشين انستراكشن زي كده قال لك ان هي بتتعامل او المشين لانجويتش تتعامل مع الزواكر او الاماكن اللوكيشن في الزاكرة مباشرة مثلا ما اقول له لو الزاكرة عبارة عن صندوق زي كده كل مكان اللي رقم المكان ده رقم 40 مثلا يعني لما بقول له لود زي كونتينتس أوف لوكيشن 40 معناها هات القيمة اللي موجودة في المكان رقم 40 ثم هات او حمل حط في مية المكان ده ما سيحطه في مية ثم هل الفيرست فاليو جريتر زين زي ساكنت فاليو يعني انت هنا بتقارن القيمة الاولى مع القيمة التانية وبعدين تشوف الاكبر وتحط الاكبر في المكان 240 طبعا ده مش للمزاكرة جامل بس انا عايزك تفهم ان المشين لانجويتش هي لغة بتتعمل مع اماكن في الزاكرة مباشرة وبتكتب بطريق بايناري يعني 01 بتكتب بايناري كود 01 فاللي بيشغل البرنامج الجافة ويخليه اشتغل حسب البروسيسور وحسب الابراتينج سيستم هو الجافة في رشوى الماشين اللي هنا بيهمني ان يكون عندي ان انا بتعمل مع لوكينشنز في الزاكرة مباشرة طيب لو انا عندي مجموعة من المشين انستراكشن يعني بقولك ان ايه ان المشين كود بتاخد الاوامر وتحولها الى ارقام بالشكل ده يعني انت كاتب مثلا ايه اجمع اكس زائد وعيه هي حولت ده الى اوامر بتحتمد على الارقام مثلا 41 و 21 و 40 ممكن يكون اصدوي المكان رقم 21 خزن فيه 40 مثلا او العكس او المكان 40 هات القيمة المخزنة فيه يعني انت هنا ان نقولك ان المشين انستراكشنز الاوامر اللي تحتمد على المشين انكودت بتكتب as numbers بالشكل ده ففيه حاجة اسمها compiler مع الجافة فيه compiler الكمبيلر بيحول الجافة اللي انا اخدتها بعد كده اللي هي عبارة عن high level language لغة الجافة high level يعني لغة لها شكل لو انت شفته تقدر تفهمها بمجرد الشكل لكن هي ايه الكمبيلر بيحول high level language الى machine الى machine يعني ايه الى binary او ارقام او 01 يعني انا بكتب كود بس انا ماليش علاقة وبيتحول ازاي بقى وبيحوله الى machine كود اللي هو 01 انت ميخصكش انت ام حاجة تعرف تكتب high level اللي هي ايه java او c++ او c sharp او acb.net اي مكان اللغة اللي انت عايزت اعرفها بعد كده self check 17 بقول لي هل اي person هل اي مستخدم للكمبيوتر بيستخدم الكمبيلر لا الكمبيلر ده فقط موجود لإفادة المبرمج مش لأي شخص اي يوزر عدو واحد فتح word او فتح صفحة web هو مال ومالو كومبيلر الكمبيلر تحط عشان يفيد المبرمج فقط عشان يحول high level programming instructions الاوامر التي كتبت بلغة برمجة مستوى اول او اعلى الى machine code يعني مش اي شخص يهم موجود الكمبيلر فقط المبرمجين هنا بيقول لي ان java programming language لغة البرمجة اللي اسمها java قالك ان هي simple لغة سهلة لانها لها instructions او لها اسس هتمشي عليه و safe آمنة لانها فيها طرق لعمل حماية للبرنامج او للكود والاهم في رأيه ان هي platform independent يعني ايه القوملة دي يعني هي لا تحتمد على platform على operating system على نظام التشغيل ازاي برضو ده لو كات البرنامج على windows تقدر تشغله على apple على ios تقدر تشغله على android على linux يعني هي تشغيلها لا يحتمد على كتابتها فين في لغة برمجة لما بتكتب على windows البرنامج بيشتغلش على ويندوز مثلا فهي هنا لا تحتمد على نوع platform ازل لا تحتمد على operating system هي بتكتب مرة واحدة write once ولكن run anywhere بتشتغل في اي مكان وكمان قالك ان هي rich library طبعا اللغة بتتحدث سنوية ففيها مكتبات فيها اوامر جهزة فيها اكواد جهزة انت ممكن تستفيد منها فها امكانيات كتيرة جهزة تساعدك كمان قالك ان هي ممكن حاليا وده موجود بكسرة بتستخدم لبرامج الانترنت اي وصفحة وب دلوقتي غالبا بتحتمد على ملفات الجافة طبعا حتى بيقول لي ان فيها حاجة اسمها الابلت قالك الابلت هي نوع من برامج الجافة بس خلي بالك ما بتشتغلش اللي على صفحة وب بس يعني فيه في الجافة انواح كتيرة من البرامج ممكن اكتب برنامج واشغاله على الوندوز ما يحتاجش انترنت فيها حاجة اسمها الابلت عشان تشغلها لازم تحطها داخل صفحة وب ولازم يكون ده براوزر بيدعم تشغيل الابلت كمان يعني هو بدي لك سامبل بس على انواع البرامج اللي ممكن اكتبها في لغة الجافة هنا بدينا اصدارات الجافة الجافة بدأت البرجن 1 في 1996 و90 ثم بدأت تتحدث الى الان مش لحد 2010 بس الى الان شغالة كل سنة او كل اصدار جديد بيكون فيه حاجة جديدة حاجة زيادة يعني option زيادة او امكانيات زيادة هنا بقول لي what are the two most important benefits ما هي اهم ميزتين موجودين في الجافة اهم حاجة safety والportability معنى portability التنقل يعني انت ايه اللي هي platform independent يعني انت تكتب البرنامج على الويندوز وتشغله على اي operating system على اي نظام linux او mac او ios او android اي اندرويد اي مكان والسفت اللي هي الامان طبعا الportability التنقل انه اهم حاجة دي ميزة مش موجودة في كل اللغة ان انا اكتبه في مكان واشغل في operating system ثاني قال self check 1.9 بقول لي how long does ما هي المدة اللي ممكن اخدتها to learn عشان اتعلم java library هي java library حاجات بتيجي اصدارات من اللغة اللي انشاية java اللي هي كانت sun وحاليا اورك هي الشركة المالكة لمين لجافا قال لك ان ما فيش بيرسون او ما فيش شخص واحد لوحده يقدر يتعلم كل مكانيات الجافا لانها حاجات كبيرة جدا اللغة متعملت عن طريق team كبير فاكيد مش شخص واحد بس يعرف كل اللي فيه نجح بقى نشوف اول برنامج عندنا ازاي نكتب program java عشان تكتب برنامج جافا وتشغله لازم يكون في مكان اكتب في اصلا الكوت طب فيه برامج كتير بيسموه editor او integrated development environment يعني لازم يكون فيه برنامج او واجهة اكتب فيه الكود واشغله فيه برامج كتير هم اختاروا اسوأ برنامج لانهم ما فشكوا لامكانيات لازم تروح كده وتفتح لي موقع اسمه blue j كويس يعني انت لازم تروح وتفتح لي موقع اسمه blue j.org كويس هتجد هنا ايه ويندوز انت طبعا ويندوز او ماك او على حسب هتختار الرابط ده اللي احنا هننزل حاجه اسمه blue j blue j ده برنامج بيخلينا اكتب واشغل البرامج بتاعت الجافا ولازم ينزل حاجه اسمها jdk jdk هي باكيج ضرورية لتشغيل برامج الجافا فانت هتاخد ايه هتاخد الرابط ده كويس وبعد ما تاخده وتعمل عليه ويبدأ يحمله عندك هتلاقي عندك خلاص نزل فايل زي ده فبتعمل ايه دغط على ده مرة تيه يبدأ يقول لك run انت كده بتسطى بالبرنامج اللي انا هكتب به جافا اقول له next اسمه blue j هنا هيجي لك خيارين اي حاجه انت عندك على الجهاز اكتر من يوزر ولا يوزر واحد بس افترض يوزر او خدي ما مش تفرق كتير الحاجات دي next هتقول لك عايز احط لك هنا نوع الملفات وينشئ يحطه في المينيو ويعمل لك ديسكتوب برضو نيكست ولا تساف الحاجات دي next كل نيكست يبدأ ينزل لك برنامج اسمه blue j طبعا فيه برامج احسن منه كتير لانها بتساعدني وبتجيب للاخطاء بشكل اسهل بس طبعا هذا اللي علينا في المنهج فالبرنامج هيبدأ تسطع كويس بعد البرنامج منزل على الكمبيوتر عندك تجاهز انك تكتب اكوات جافة وتعمل لها run طبعا بعد ما خلص تحميل يقول لك finish اذا انت عندك برنامج اسمه blue j تشغله كم هتروح على الستارت او على الديسكتوب هتلاقي عندك برنامج اسمه blue j هتشغله كويس وهتلاقيه موجود على الديسكتوب عندك تلاقيه رابط بالشكل ده او ليه shortcut بالشكل ده يبقى انت تاني لو انت ملقيتش البرنامج اولا لو رهت على الديسكتوب هتلاقيه هنا ايه هتلاقيه هنا برنامج ايكون اسمها blue j اللي ايه ده ايه ده اللي هو الايكونة بتاعته ثم دغط عليه مرتين يبدأ يشتغل وتشوف انت كده ايه اصبح عندك برنامج اسمه blue j طبعا هو دايما هيبدأ فاض ماشي يعني هيبدأ لك زي كده عند اول اقول له هنا close كده هيبدأ زي كده وانت لسه ما كتبتش كود خالص صحيح اول ما يبدأ قدامك زي كده تقول له project new project انت بتعمل project او مشروع لي كده عشان تكتب فيه الاكواد تحفظه في اي مكان انت عايزه انت ممكن مثلا تحفظه في المستندات او في documents هاجا عم اقول له هنا اعمل project اسمه chapter 1 انا بعمل project يعني زي المجلد قلت له create عملي هنا project اسمه chapter 1 ده project project اسمه class قلت له new class هعمل class اي كود هتكتبه لابد تحطي داخل شيء اسمه class انت ممكن تمشي على نفسها هنا hello printer انا بقول له يعمل اللي class اسمه hello print اوكي يفتح لك هنا hello printer تضغط عليه double click يفتح لك شاشة الكود تقدر تكتب الكود سيأتي لك هنا كود موجود جاهز ممكن تشيله كله طبعا الفودة ممكن تشيله دلوقتي عندك class اسمه hello printer احنا لسه في الاول عشان تكتب كود قبل ما تكتب ممكن تقول له tools او options حاجة اسمها preferences تقول له ايه لو انت عايز تكبر الخط الخط هنا 14 ممكن تخليه 17 او 16 او 16 زي ما انت عايز تقول له اوكي كويس دايما بنكتب شيء اسمه class هنا لدينا class اسمه hello print اي كود في الجافة لابد يكون تحت class لازم الكلاس هو احتبره الفايل هنجد نقول له public وهذه شيء دايما هنأمل public static void main دايما في اي برنامج جافة عشان تشغله في دلة اسمها main طبعا دي دلة موجودة جاهزة بس هو المفروض في برامج بتكتبلك ده جاهز بس ده برنامج لازم انت اللي تكتب فيه انا كده ده كده ايه class اسمه hello printer في دلة اسمها main دلة المين هي الدلة المستخدمة عشان تقدر تشغل اي برنامج جافة اذا مش موجودة دلة المين ديت مش هيشتغل او مش هيطلع اوبا الدلة ما هي اللا كود الدلة ما هي اللا كود دلة ما هي اللا كود لبداية كيرلي وينتهى بكيرلي زي كده يعني انا عندي class كبير دلة اسمها main دلة المين دي جزء من ال class دلة المين هي الجزء من ال class بس هالمهم ايه ما هي الدلة دي اللا معناها شغل الكود اللا هنا وطلع الاوبا من غيرها مش هيطلع اوبا طيب امر الطباعة عندنا اول حاجة امر اسمه system واللغة هنا case sensitive حساسها لحالة الحروف system.out.print دلة اسمها print ودلة اسمها print لو انا اطبع الكلمة hi طبعا انت لما تطبع message بتبدأ ب double codes وتنتهي ب double codes اللي هتطبعه لازم تحطه محصور ما بين علامتين تنصيص double codes وتيفل الكوز وسيم كله اي امر لابد ينتهي ب semi code انت عملت برنامج فيه طباعة كلمة hi لما تخلص تقول له compile compile يبدأ يعمل تشيك وهل فيه اخطاء ولا ما فيش اذا ما فيش اخطاء يقول لك ايه no syntax error طول هنا ما جابلك no syntax error يبا انت اشغال تمام ما عندهش مشكلة طيب وبعد ما قاللك no syntax error ما فيش اخطاء تقول له close اصبح فيه class جاهزة لو عملت كليك كمين عليه قلت له void main المعنى void main يعني يعني شغاله اوكي يجيب لك على الشاشة يطبع لك كلمة hi طب انت عملت run تأتي تعمل clear عشان ما تأتي تعمل run ثاني بعد كده يبدأ من جديد يبانا عندي هنا بقى اول برنامج يطبع لي هنا hello comma world يعني يطبع لي hello world ككلمة واحدة فالاوبط على الشاشة سيكون بالشكل ده عادي ما انت ممكن تعمل ده ما عندكش مشكلة لو قلت له هنا ايه بقى اطبع لكلمة hello world خلي بالك hello world هنا هيطبعهم لك جنب بعض hello comma مسافة or وهياخد وده حاجة مهمة هياخد اللي انت كتبه بين علامتين التنصيص ويضعه على الشاشة يعني هنا ايه هنا في علامتين التنصيص single double quotes وفي double quotes اي كلام انت كتبه هنا اي كلام اي المكان هياخده ويطبعه يعني هنا ده يحتبر رسالة او تسميه message او تسميه string المهم اللي انت كتبه بين علامتين التنصيص هو ده اللي هيتم اتبحته في line واحد كويس في line واحد طيب كده عرفنا ايه ان امر اتباعه system.out.println واللي ما بين علامتين التنصيص هيتم اتبحته على الشاشة اي امر اخره سيمي كله ما عادة الاوامر اللي فيه ده يعني بابل الكلاص ده مباشي هنا سيمي كله ولا بعد الدل السيمي كله بعد الاوامر اللي موجوده داخل دلة المية كويس غالبا معظم الاوامر بعد كل الانستراكشن او امر دائما فيه سيمي كله لو انت جاد حطيت كده فوق قبله علامتين باكسلاج ده معناها comment comment يعني تعليق تعليق يعني ايه تعليق معناها ان اللي بعدها مش كود يعني هو بيكون شرح مثلا اقوله ان disability message انا بحط شرح بس مش كود comment الشان اللي يجي يشوف الكود بعد كده الكمنتس بتساعد اللي يقرى الكود انه يفهم انت عايز تقول ايه كويس طيب هنا برجع اقول لك ايه ان الكلاسات هي الشيء الرئيسي لكتابة كود جاف اي برنامج جافة لابد يكون في كلاس public class ثم اسم الكلاس كلمة public class ده كلمات reserved معنى reserved كلمات محجوزة يعني ما نفعش استخدمها في اغراض تانية هي بتنشف تستخدم كلمة class بتستخدم لانشاء كلاس كلمة public معنى ان ده كلاس عام متاح للاستخدام الكود اللي انت كتبته ده يسمى السورس فايل السورس فايل قالك لابد اي ملف كود اللي هو بيسمى السورس فايل يحتوي على one public class يعني ما فيش اي برنامج الا لابد يكون فيه one public class اسم الكلاس هو اللي بيكون بعد كلمة كلاس طيب خلي بالك انت لما تيجي الكلاس ده يعني دايما بعد كلمة كلاس اسم الكلاس لما تيجي تحفظه هو عمل ايه؟ هو حفظ لك ملف بنفس اسم الكلاس يعني انت لو كده ايه قلت له هنا مثلا لو انت خدت كلاس كده دلوقتي انت عندك كلاس اسمه hello brand لو قلت له هنا open open project زي كده البروجكت اللي انت عملته اللي احنا اللي سمناها chapter one ده جواه ملف اسمه hello print يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيسمي الملفات بنفس اسماء الكلاسات هو كده عمل لملف اسمه hello printer امتداده .java موقول لملف ليه extension ليه نوع ده بيكون امتداده .java هو كده اي كود هتكتبه هيكون .java zil word .doc او docs على حسب بقى الاصدار بتاع الفيس فهو كده ايه؟ اخذ الكلام ده وحوله الى ملف الملف ده بقى يسمى source file يعني source file او source code هو ملف اللي بيكون فيه الكود اللي احنا عمل لانه طبعا لما بتعمل كده لابد بعدين انك تقول لكم بايل عشان تقدر تحوله الى ملف جاهز للتشغيل لازم ما يكونش عليه العلامات الليه الخط الرماد اللي كان ذهب هنا بقول لي every java application اي java application شان تشغيله لابد يحتوي على دلة اسمها المين دلة المين لما تيجي بقول لك لما البرنامج ستارتس يبدأ الاوامر اللي في المين هي اللي تشتغل دلة المين هي الدلة الرئيسية لتشغيل بدون مين مش هيشتغل البرنامج او مش هيدي اوبط لان هي دلة المين هي الرئيسية لتشغيل اي برنامج ولكن الفرستالين اول امر اللي هو ده قال لك ده ما يحتبرش كود ده يحتبر كومنتس كومنتس يعني تعليق تعليق يعني انا بشرح شيء معين عشان اي شخص يجي يكرأ الكود بعد كده يكون اي human reader اي واحد يجي يكرأ الكود يقدر understand يفهم انا عايز اقول ايه حاولوا تحطوا كومنتس او تعليقات عشان تعمل تغيير من طالب الى اخر الكومنتس انت بتشرح يعني بتشرح هتقول ده امر هدف وكذا بقول لك ان دلة المين لابد تبدأ باثنين كارل براكتس يعني لابد فيه اقواس اكتب جواه الكود بقول لك ان اي امر لابد ينتهي بسيمي كولون الفاصلة من قودة وامر الطباعة عندنا system.out.println او print بان طبع اللي ما بين علامتين التنصيص اللي ما بين double codes لابد فيه double codes عشان اتبع اتبع ميسج او رسالة طيب خلي بالك ان احنا قلنا ايه system.out.println println println دي method ده اللي اتبعه الميسود هنا احنا هنا عملنا حاجة اسمها method call استدعاء يعني استدعاء انت عايز تطلب من شيء يتنفذ ما هو call يعني ايه call معناه اروح نفذ نفذ مين ده اللي اتبعه اللي اسمها println الدلة ديت بتاخد الكلام اللي هنا وتطبعه على الشاشة في line زي كده يعني هي بتحكي السطر ويحط فيه كلمة hello world فيه قبلها system.out ده يحتبر object طبعا ده ينشرح بعدين الobject هو كائن بدر استفيد منه لتنفيذ اشياء يملكها الobject هو كائن او شيء عنده امكانيات يعني println احب مميزات موجودة عند system.out system.out ده object عنده حاجة اسمها print وحاجة اسمها println فانا عشان انفذ حاجة يملكها system.out لازم اجي اقول له system.out يعني ايه روح نفذ println اللي تابع system.out كويس طيب البراميتر زي يقصد ده ايه الدلة اللي اسمها println ايه المرسل في القوس اللي في القوس ده الحاجات اللي انكلوز اللي موجودة ما بين البرانسيز او الاقواص ده تسمى parameter او argumentis او قيم مرسلة يعني بالزبط بالشكل ده انا عندي system.out .println system.out object كائن عنده امكانيات استدعيت او عملت call على دلة اسمها println عشان ابعت لها براميتر او رسالة اسمها hello world فيتم تنفيذ الدلة مع طباعة hello world يعني system.out.println هنا حصل استدعاء لدلة الطباعة لطباعة message معينة وارجع ثاني يقول لي ان system.out ده يحتبر object بس تدعي عنده دلة اسمها println واللي في القوز ده هو message او البراميتر المرسلة للدلة عشان يتم تباعتها وقال لك هنا ان البراميتر انكلوز موجود ما بين اقواص زي كده هنا اضطت حاجة واحدة كلمة واحدة بس ممكن اضطت حاجتين ثلاثة زي ما انا عايز هنا بقول لي string يعني كلمة string string معناها message قال لك ان string هو sequence of characters مجموعة من الحروف include موجودة ما بين double quotation marks ما هي double quotes معناها double quotation marks يعني اذا اي حاجة ما بين علامتين التنصيص اللي يطلق عليهم double quotation marks اي حاجة هنا تسمى string string يعني كلمة كلام حروف محمد احمد CS اي حاجة فالstring هو مجموعة من الحروف محصورة ما بين علامتين تنصيص اللي بيسموا double quotation marks هنا بقول لي how would you modify اذا اعدي للكلاس بحيث يطبع كلمة hello في سطر وورلت في سطر انا عايزه بدل ما يطبع لي hello world في line واحد يطبعهم لتحت بعض طيب هتقوله هنا system.out.println معنى println معنى println اطبع لي كلمة hello كويس وخلاص وانزل سطر ما هو هيتطبع حالي وانزل سطر ثم قلت له ارجع اطبع مرة تانية system.out.println وانزل كلمة world كده انت عندك كم امر وتبع اتنية كل امر ليه دور الامر الاولاني هيتطبع لك كلمة hello في line الامر الاولاني هيتطبع لك ايه ده هيتطبع لك كلمة hello وكومة بالتفصيل هيتطبع له ثم معنى اللن يعني كمل في سطر جديد مش تكمل في نفس السطر ثم اطبع لك كلمة world ثم انزل سطر لان هنا لن 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 معنى ايه line بعد ما تطبع بعد ما تطبع انزل طبعا لان انا خلصت فالنزول مش هيفري معي المهم ان هو اول سطر هيتطبع hello وينزل ثم التانية هيتطبع world وينزل في الانجلي يكون ايه يكون الاوبت عبارة عن سطرين كل واحد فيه كلمة في يكون الاوبت بالشكل ده طبعا لازم تجرب بايدك ازاي تعدل تعمل compile يقولك no error تعمل close وينزل وينزل يشغل ويجب لك الاوبت لازم تجرب بايدك ليس تتفرج على الكود وتكتب على ورق لازم تجرب بايدك سيفري سيفر تعمل والدو البرنامج تعمل حول البرنامج تعمل او احنا تعمل وينزل لغينة اللايين السطر اللي بدأ ب2 بك سلاش طبعا هيستمر ليه اي اللايين قدامه 2 بك سلاش ده يحتبر تعليق يعني ده مش كود ده كتب عشان المبرمج يفهم اللي انا اقصده من الكود عشان اشرح الكود فالكومنت ليس له تأسيل شلته سبته جاءت تعمل كومبيل وتعمل ران مش هيأثر على البرنامج ده موجود فقط عشان المبرمجين يفهموا بعض اللي احنا نقصده من الكود سيل في تشيك 12 بقول لي what does the following set of statement brand السطرين دول هيتطبعوا ايه على الشاشة اول واحد اخد بالك system.out.print ما فيش هنا println كويس هيتطبع لك ايه اللي ما بين double quotes يعني هيتطبع لك على الشاشة my lucky number is اول حاجة هيتطبع لك my lucky number is بعدين ثم انتهى الامر يروح لامر تاني system.out.println اطبع لي اللي في القوص فهو يروح يجمع الارقام مع بعض 3 و 4 و 5 12 فيطبع لك 12 خلي بالك هو بيكمل على اللي قابله الدلة الاولى اسمها print معنى print اطبع لحد double quotes فيطبع لك my lucky number is هل ينزل سطر لا لان print مش println ثم system.out.print اطبع حاصل الجمع 3 و 4 اولا ديت ارقام ما فيش قبل منها double quotes ما فيش ديت فيعمل جمع 3 و 4 و 15 اطبع لك اللي اطبع لك اللي اطبعها بعد ايه كلمة is على طول مباشرة وهيقول لما هنا ln ln معناها بعد ما يطبع اطناشر ينزل سطر جديد لكن انا خلصت فل ln ديت ما لهاش تأثير لان تأثيرها على امر الطبعة اللي هيجي بعد كده هيكون في لين جديد ln تأثيرها ان انا بعد ما اطبع انزل عشان لو انا هطبع تاني اطبع في لين جديد فاذا الاوبة هيكون بالشكل ده خلي بالك هو بولك المفروض تحط space ما بين is وبين 12 المفروض يعني احط ازاي يعني مفروض هنا في الطبعة احط هنا مسافة من الاول في كتابة الكود اصدق يعني عشان اطبع مسافة بين الرقم وبين الكلمات هنا بقولك editing java program عشان تكتب java program قلنا بقى لابد يكون عندي editor editor يعني برنامج زي blue j عشان اكتب فيه كود طبعا في حاجة اسمها jado vulper في eclipse jcreator في need beans فيه برامج كتير وبمختاره blue j قالك انت عشان تكتب وتعدل وتشتغل على الجافة لابد يكون عندك editor برنامج ليه واجهة قدر اعمل اكتب واعدل واعمل modify للكود ولكن لغة الجافة case sensitive حساسة حالة الحروف يعني بتفرق الحرف capital او small يعني lower او ال upper بتفرق بتفرق دائما فيه بقولك ازاي تعمل compiling وتعمل running تشغيل لبرنامج جافة اي كود انت هتكتبه ده يسمى source code الكمبيلر انه هو المترجم الكمبيلر بعمل ايه الجافة compiling translate بيحول الكود بتاعك اللي انت كتبته بامتداد اسمه dot jafa dot jafa ده ملف فيه الكود امتداده او نوع dot jafa يسمى source code الكمبيلر بيحوله الى حاجة اسمها class class file يعني بياخد الملف ده ويحوله الى امتداد تاني اسمه dot class الجافة كمبيلر بياخد الكود او source code اللي هو امتداد ودود جافة ويترجمه الى style او شكل تاني الشكل تاني ده تفهمه الjafa virtual machine الjafa virtual machine هتفهم الاوامر اللي الكمبيلر حولها الى امتداد dot class يبقى الكمبيلر بيترجم من dot java او source code من dot java الى dot class اللي بتكون ده اوامر بيفهمها الjafa virtual machine قال لك الكمبيلر ما بينتقش class file اذا كان في اخطاء يعني الكمبيلر هيطلع لك dot class file بس لو كان الكود في error مش هيحصل لابد الاول يكون الكود ما بوش اخطاء قال لك ان الjafa virtual machine هي اللي بتقدر تاخد instructions او الاوامر اللي في class file وتقدر تعمل لها starting وتقدر تعمل لها run او يعني اي كود هتكتبه لما تعمل compil يحول من dot jafa الى dot class يبقى اذن الكمبيلر يحول الكود من dot jafa الى dot class يفهم الjafa virtual machine لو انت فتحت المجلد اللي انت كتب حافظ فيه الكود شوف خلي بالك ده الملف الاولان اللي هو dot jafa ده الكود الكود ده تقدر تعمله click main وتفضحه عن طريق الورد او عن طريق النود بات زي كده add الكود ده اللي هو بيسموه dot jafa او source code فيه ملف تاني اسمه dot class dot class ده اللي هو ايه ده اللي هو الكمبيلر حول من dot jafa الى dot class يعني عملية تحويل من source code الى dot class ده دور الكمبيلر بس خلي بالك الملف اللي اسمه dot class لو انت جدت تفتحه مش هتفهم ايه اللي جواه لانه هيكون هيكون عبارة عن ايه عن binary عن بين حتى هين ما هو مدين خيارات فتح باستخدام او open width لو انت جدت تفتحه هيصلا هي تقولك هتفتحه ازاي ده ملف اللي هيفهمه الjafa virtual machine مش اي add يعني حتى مش عارف يفتحه ده انت ممكن تفتحه عن طريق انت تفتح مثلا notepad تجرب يعني كده باقي لو قلت له هات الملف ده كده شوف جاب لك ايه جاب لك حاجات انت مش فيهم binary يعني اذا dot class ده اللي يفهمه فقط jafa virtual machine يبقى الكمبيلر يحول من dot jafa الى dot class و dot class ده نوع الملف اللي هيشتغل على اي operating assist يعني dot class ده قدر اشغاله على android او ios او windows او ماك او غيره طبعا هنا مديلك طريقة تشغيل البرنامج على شاشة الدوس ما انا ممكن اشغل البرنامج عن طريق ان انا اعمل click main على برنامج اسم blue j طبعا ده الافضل او انا اروح على اتدس واشغله يعني اروح كده على شاشة اسمها cmd اللي هي الدوس واشغل البرنامج بس طبعا ده حاجة صعبة يعني سيبك منها ولا تحاول في اساس هنا مديلك انه كتب الكود اهو حتى هو هنا كتب الكود على برنامج تاني اسمه eclipse eclipse طبعا افضل من blue j بكتير جدا هنا برنامج الدياجرام او الشكل بيختصر اول حاجة انت تكتب الكود على برنامج editor يعني blue j مثلا او حتى not bad المرنامج اللي انت هتكتبه ده يسمى source file اللي بيكون ايه امتداده مثلا لو انت عامل file اسمه f هيكون f ضوط جافة يعني f ضوط جافة مثلا ده الكود اللي ويعمل له compiling وترجمة وتحويل الى dot class dot class يعني ملف اسمه f هيب f dot class اصبح الملف اسمه f dot class ده بقى الملف اللي java virtual machine هيفهمه ويعمل له run ويشغله فين على windows على ماك على android على linux على ios اي المكان طبعا علشان يشغله كمان بيستعين بلايبيلري بملفات java اكواد java جاهزة لازم يستعين به يبقى الكمبيلر بيحول من dot java الى dot class والjava virtual machine بياخد dot class ويعمله running في اي operating system اي platform لذلك بيسموها platform independent لا تحتمد على نظام التشغيل اللي انت شغال عليه هنا بقول لكان تقدر هل لانا قدر استخدم الورد برنامج الورد لكي اكتب java اطبع تقدر تستخدم بسألك الافضل انت تستخدم البرامج ثانية اطبع لما تحفظ بتحفظ يعني هو يتحفظ ب plain text يعني يكون زي ملف notepad كده بس طبعا هذا الافضل دائما تستعين ببرامج في برامج تكتب يقول الخطأ فين ويجيب لون لون احمر ويجيب لك تحت من لين حتى blue j لم يوجد كل الامكان ولا فيه ربعه اساس السؤال 14 يقول what do accept ايه الذي تتوقعه او تتوقع اشوفه لو انا جيت اعمل loading لclass file في text editor يعني لما افتح الملف .class ايه الذي شاهدته شاهدت ان فيه حروف مش مفهومة فيه كلام binary وفيه كلام مش مفهوم لما تتوقع الملف .class على برنامج الword او نوت بقى ايه اللي هتشوفه قالك انت هتشوف حاجات غير مفهومة لان دي ملفات موجودة عشان الjava virtual machine يقدر يشغلها على الوبراتنج system اللي عليه فقالك ان دي بتكون الملف اللي بيكون فيه غالبا اخطاء يعني error يعني مثلا لو انا فتح كوز كده لو انا شلت الملف جاء اعمل combine هاي ادي خطأ يقول semi colon expected خطأ الخطأ اللي بخلي البرنامج ما يشتغل خالص وانت جاء تعمل compile خلاص ومش شغال خلي بالك يعني اصبح هنا اظهر لك اظهر لك خطوط بالعرض كده وجاء هيشتغل معاك اي برنامج في اخطاء بتخليه ما يحصل لش compiling يعني ما يحصل لش compiling يعني ما يحول الى dot class طالما ما تحول الى dot class مش هيشتغل لكن الخطأ اللي من النوع ده بيسموه compile time error compile time error خطأ ايه الخطأ ده ان violation بكتب حاجة تتعارض مع اسس او rules او قواعد اللغة اللي جافة لها قواعد انه كل امر اخر سيم كله الكمبيلر اذا عمل detect او اكتشف اخطاء من نوع compile time arrow هتخلي البرنامج ما يحصل لش compiling يعني ما يحصل لش compiling يعني مش هيتحول الى dot class طالما ما حصل لش compiling ولم يتم تحويل source الى dot class يببى في اخطاء من النوع ده يببى هو مش هيشتغل اما في حاجة اسمها run time error معنى run time error ان البرنامج مفوش اخطاء وشغال كويس بس ايه لما تيجي تشغله وهو شغال ممكن يحصل خطأ زي لما تيجي تقسم على صفر انا ما عرفش اللي انت هتدخل صفر في المقام فلما انت كيوزر جت شغال ودخلت صفر فجأة توقف البرنامج يعني البرنامج اللي بيتوقف هو شغال بسموه run time error قالك البرنامج هنا بيتوقف عن العمل اللي هو شغال لان في حصل خطأ بسموه run time error زي القسم على zero زي هذا أمر كود عادي لا يوجد مشكلة لكن هذا الأمر عندما تشغيله يعني لو اضعت كوب وذهبت هنا وضعت هذا الأمر هنا تقسم على 0 عملت كمبيل لم يقوم error لكن تقوم run بالشكل هذا يجب error لان تحاول تقسم على 0 لان تقسم على 0 يجب error أساسا يعني الخطأ حصل لما تشغل البرنامج بالشكل قال لك هنا تحت قال لك أن هناك خطأ حصل أن هناك عملية division by zero وهنا البرنامج لا يعمل ولا يدع اوبط هذا هو ما ينفع اسم على 0 لكن هذا خطأ يجب سبب وتحول java .java الى .class لكن لما جاءت المرة لا يعمل يسمى runtime error هناك خطأ تالت يسمى logic error ان البرنامج شغال ويدي اوبط بس اوبط غير منطقي يعني انا كتبت المعادلة غلط فعلموا انه شغال بس اوبط غير المطلوبة هنا بقولك ان error الاخطاء عشان انت اتعامل معها فيه استراتيجي للتعامل او فيه خطة او بلان عشان اتعامل اخطاء اول حاجة انت بتحاول لك learn تتعلم او تقرأ عن الاخطاء المشهورة او common ازي ان انا اتجنبها او اعمل لها avoidation اتجنب يعني بحاول اقرأ عن الاخطاء الشهيرة او الاخطاء اللي بتحصل اكتب كود يمنع حدوث الاخطاء ثم قالك تستخدم defensive programming معنى البرمجة الدفاعية يعني لما تتقدم في المنهج فيه جملة اسمها f معنى defensive programming امنع حدوث الاخطاء بالاحتماد على جملة f ان انا اعمل test يعني قبل ما تقسم تأكد او المقام 0 لا او عتقس لو المقام 0 او عتقس لاب لو المقام غير 0 اقس يعني انا هستخدم بقى جملة f عشان امنع حدوث الاخطاء اللي لها لايكلهود او احتمالية حدوث عالية يعني بتحاول تمنع حدوثها اول حاجة بالتعلم ثم بكتابة جملة f ما هي defensive and debugging وهذه استراتيجية ان انا ايه ابدأ امشى على الكود لاي لاي اشغله امر بامر اشوف الخطأ في اي لاي يعني اما بعمل حاجة اسمها debugging ان انا استكشف الاخطاء عن طريق تشغيل برنامج step by step سيلف تشيك 15 بولي افترض ان احنا لغينا الامر او لغينا الاثنين backslash بس وما لغناش السطر كله هل البرنامج ده هيظل شغال وهل الخطأ اللي فيه compile time او run time يعني انت لو كاتب code بالشكل ده وكان فيه هنا اثنين backslash وكاتب حاجة disability مثلا ايه result مثلا وخلي ده يعرض كلمة high مثلا بقولك لو احنا لغينا الاثنين backslash فقط كده البرنامج فيه خطأ لانه ما هوش هشتغل لانه ده مش امر كود ده كلمة كده فلما تيجي تعمل compile هيد ارور صح وده خطأ compile time او run time طبعا ده compile لانه ده خطأ منع حدوث او تحول البرنامج من السورس الى .class يعني قالك ان فيه خطأ ده compile time error لان الكمبيلر مش هيتعامل مع امر اسمه disability يعني الكود اصلا غلط طالما الكود هو اللي غلط يبدأ ده خطأ من نوع compile time error compile time error رغم time error معناه انه شغال ولكن في التشغيل توقف فجأة او حصل ال stop فجأة البروغرامنج غالبا جمال F وقالك كمان انك تطبق حاجه اسمه testing نشوف السيلفة تشك 1.16 وقال لي هنا لما انت تكون بتستخدم الكمبيوتر وبعدين وانت تشغيل على برنامج والبرنامج ده حصل له crash معنى crash يعني هو بيتوقف فجأة او بيحصل له hang معنى hang انه مش بيستجيب لاي مدخلات او input منك اذا المشكلة هتكون compil time error او run time error طالما البرنامج شغال وبيتوقف فجأة يبقى او حصل له compilation يبقى مفيش compil time error مفيش اخطاء في ال compilation انما ده هكون run time error run time error لان البرنامج اشتغل وحصل له compil وتحول الى dot class وجينا نشغله اشتغله وبيتوقف فجأة طالما خطأ بيتعلق بالبرنامج هو شغال على طول هيكون run time error السؤال بعد كده بقول لي why can't you test program ليه ما بنقدرش نعمل test للبرنامج على run time error لان دي اخطاء بنعرف فهو شغال قالك هل انت تقدر تعمل test للاخطاء ديت وتعرفها في لحظة compilation error يعني وانت بتعمل compil فطلع اخطاء الاخطاء تسمى compil time هل تقدر في نفس اللحظة تعرف ال run time طبعا لا ان دي اخطاء بتحصل وهو شغال لما باجي اعمل compilation الكمبيلر بيكتشف الاخطاء اللي بتعاوك تشغيل البرنامج وبتعاوك تحويله الى .class انما ال run time error بتتعرف وهو شغال يعني باي برنامج الكمبيلر عملية الكمبيلر بيحوله من .java الى .class فبيكتشف الكمبيلر error اللي يسمى compile time error لو في error مش هتحول الى .class اذا مش هشتغل فاذا اعرف ان انا بقى ال run time error ال run time error بتتعرف وهو شغال في مرحلة ال run time فقط دخل بعد حاجه اسمها algorithm ال algorithm قالك ان ال algorithm انت قبل ما تكتب الكود ممكن تفكر في كتابة الحل على شكل جمل english تسمى algorithm ال algorithm قالك انه sequence مجموعة من الخطوات un ambiguous غير غمضة exit table يعني ممكن احولها الى برنامج تم فيزي terminating لها نهاية قالك انه مجموعة من الخطوات الغير غمضة التي ممكن احولها الى برنامج التي لا بد تنتهي بعد عدد معامل الاوامر فيها بصف فكرة الحل مثل فكرة مثل مثلا لو انا عند مجموعة من السيارات وانا عايز اجيب السيارة الاقل تكلفة فيها نبدأ نشوف الالجوريزم اللي على اساسه هنختار السيارة الاقل total cost من حيث التكلفة قالك فور اتش كار هنا انت بتكتب جمل لكل سيارة قالك كمبيوت احسب التكلفة ازاي او الحاجة هنحسب الوقود المستهلك سانويا سانويا annual dual consumed قالك ان الوقود المستهلك سانويا انت هتمشي او هتسوق السيارة كم ميل كم ميل في السنة تقسمها على كفاية الوقود انت هتحسب تكلفة او كمية الوقود اللي انت عايز لو انت هتمشي الف ميل على وقود 91 او 95 فانت تحتاج كم لتر انت كده ايه انت كده حسبت انت محتاج كم لتر صح اضرب عادي اللتر ازاي اللي انت حسبتها في سعر كل لتر يعني انت عايز تمشي في السنة 1000 ميل 1000 ميل ده من وقود 91 او 95 طلعوا محتاجين اربعين لتر او 20 يعني انت انا حسبت انا محتاج كم لتر بنزين في السنة اضرب في سعر كل لتر طلعت تكلفة البنزين او الوقود اضرب التكلفة ديت في ايه في عشرة قالك دي بها تسمى الوبريتنج كوست دي معدل الوبريتنج كوست تكلفة التشغيل هي عشرة في تكلفة الوقود اجمع تكلفة التشغيل مع سعر الشراء البرشيه تكلفة السيارة السيارة دي بتكلفن كذا انا بقى هجيب total cost للسيارة الاولى والسيارة التانية وهبدأ اقارم بينه هشوف السيارة الاقل اذا كان total cost 1 للسيارة الاولى اقل من cost للسيارة التانية اذا هاختار السيارة رقم واحد ولسة اختار السيارة رقم اثنين يعني انت بتبدأ تشوف التكلفة لكل سيارة وتكرنهم مع بعض هنا انت كتبت الالجوريزم فكرة الحل على شكل جمل انجليش مش كود ده مش كود فالالجوريزم هو كتابة الفكرة على شكل خطوات بالشكل اللي قدامك ده يعني قالك ان ايه ده يحتبر اسمه بسيديو كود البيسيديو كود قالك انه informal description وصف غير رسمي يعني ده غير رسمي يعني ما يحتبرش لغة رسمية يعني البيسيديو كود اللي احنا كتبنا الالجوريزم او فكرة الحل على شكل جمل بلغة انجليزية طبعا ده يحتبر كتابة انجليش مش كود فهو عشان اوصل لفكرة الحل واصغها بسياغة انجليش ادت البيسيديو كود كتابة الخطوات على شكل جمل اقدر اجمع او احاولها الى الالجوريزم مفصل ثم احاولها الى ايه الى كود قالك انه لما تيجي تبني اي بروجرام في حاجة اسمها development process خطوات اول حاجة عشان تعمل اي برنامج اول حاجة لازم understand تفهم المشكلة ثم تعمل describe وصف والجوريزم تفهم المشكلة تكتب الالجوريزم خطوات الحل تبدأ تختبر الالجوريزم يعني تختبر يعني تدخل مدخلات input وتشوف الاوبوت يبقى عامل طبعا ده على ورق انت هنا بتختبر الالجوريزم على ورق تشوف لو انت دخلت input معين هل بيطلع الاوبوت صح او لا يبقى انت بتفهم المشكلة بتفكر في الالجوريزم وفكرة الحل تختبر الحل اللي انت عملته على ورق ثم تبدأ تحوله الى java code translate تحول الالجوريزم ثم تبدأ تعمل 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 وتحول السورس كود الى dot class وتختبره و تبدأ تشوف برنامج شغال او لا في سؤالين في الاخر هنا سيل في تشك 18 تقول لي لو انا عندي عميل في بنك وعنده 10 الالب دولار او ريال اي المكان قالك انه ياخد سنويا زيادة 5% يعني 5% يعني 10 الاف كل سنة يزيده 5% قالك how many years بعد كم سنة هو هيوصل ال balance او الرصيد double the original يعني الضحف يعني بعد كم سنة هيوصل لعشرين الف يعني العميل اللي في حسابه 10 الاف وكل سنة بيزيد 5% بعد كم سنة هيوصل لعشرين قالك ان الالجوريزم قالك انا هبدأ ان انا عندي year value حاجة اسمها عدات بدأ ب zero السنوات بزير والرصيد بدأ ب 10 الاف قالك repeat يعني ايه تكرار كرر مجموعة من الخطوات لحد ما توصل الى عشرين الف كرر الخطوات التالية طالما ما وصلتش عشرين الف زيد السنوات بكام بواحد ثم multiply اضرب ال balance في 1.05 يعني ايه انا عايز ازودك بخمسة في المية اضرب ال balance في 1.05 عارف دي يعني ايه زيد بخمسة في المية لو انت هتزيد بقى 10 في المية اضرب اضرب الرصيد بواحد بوينت اثنين يعني 5 في المية ديت يعني معناها 0.05 لما اضرب بقى في 1.05 معناها زيد الرصيد بخمسة في المية يعني انا اضرب رصيدك الحالي في واحد وخمسة من المية يزودك 5 في المية يستمر يضرب كم مرة عشان يوصل الى 20 ألف وقال لك بيه هنا ايه قال لك افترض هو عدد السؤال قال لك افترض نحن هنزوده 20% مش 5% بعد كم سنة هوصل هوصل 20 ألف كويس دلوقتي فيه هنا فكرتين امتى هيوصل لعشرين لو بيزود 5% وامتى هيوصل لعشرين اذا زود 20% ننمشي على 20% هو الرصيد لما كان بعشر تلال دي اول سنة لسه العدد بزيره بعد سنة بعد سنة رصيدك اللي كان كام رصيدك كان كام عشرة عشر ألاف لما تضربها في واحد بوينت اتنين دي يعني زيد بعشرين في المية اصبحت 12 ألف يعني بعد سنة بعد السنة الاولى رصيدك اصبح 12 ألف خد اللي 12 ألف ديت واضربها في واحد بوينت اتنين عارف يعني بقت كام بقت 14 ألف وربعمية بعد سنتين انت بقيت 14 ألف وربعمية ثم اضرب ده في واحد بوينت اتنين اصبح 17 أربوينت اتنين وتمانية يعني بعد ثلاث سنين اصبح كذا ثم اضرب ده في واحد بوينت اتنين اصبح 20 ألف وسبعمية يعني انت بعد 4 سنين اذا بتاخد سنويا 20% زيادة هتوصل لعشرين ألف او اكتر بعد 4 سنين ولو جربتها بقى 5% هتوصل تقريبا بعد 14 او 15 سنة ما انت تحسب ده ازاي بقى احنا عايزين نحسب على اساس لو هيزيد 20 امتى يوصل 20% امتى يوصل 20 ألف بعد 4 سنين لو انت هتزوده بالشكل ده 5% فانت هتضرب 10 ألاف خد بالك تضرب 10 ألاف في واحد بوينت 05 بعد اول سنة هيوصل هو الى 10 ألاف وخمسمية لذا لو احنا شغلناه على ايه على 5% تفضل انت تكرر الحركة تشوف تطلع كم سنة طبعا ده فكرة بس تكده عشان نشوف انه ايه بعد 4 سنين لو زودته 20% فدي هتتغير الى 1.2 إنه 20% لو هو بيزيد سنوانا 20% فالرصيد هينضرب في 1 و 2 من 10 بعد 4 سنين وصل لعشرين ألف المثال الاخير عندنا هو جيه في امتحان من الترم سابق قالك افترض ان انت عندك سيلفون خط تلفون وده اتشارجز بيكلفك 29 دولار 0.95 سنت 4 up to لحد 300 منت يعني انت لو عندك 300 دي مكالمات او اقل هيدفعك 29 دولار و95 سنت سواء بقى تكلمت 100 200 لحد 300 تكلفة سابقة وقالك هتدفع 45 سنت لكل additional minute لو انت بتتكلم اكتر من 300 دي يعني اي دقيقة فوق 300 لها حساب تاني 300 اقل بتدفع 29 دولار وفوق 300 بتدفع على الدي 45 سنت كمان بلس وبتدفع ضريبة 12.5 قالك بتدفع بتدفع التاكس بتكون نسبتها 12.5 انت بتدفع 12.5 ضريبة على التكلفة الكليين طيب قالك كيف اكتب لي an algorithm اكتب لي خوارزمية to compute عشان تحسب المنصر لتشارج التكلفة الشهرية لأي خط تلفون بنفس الآلية ديت دلوقتي احنا قلنا انت عندك مكالمات 300 دي اقل لها تكلفة سابقة وفوق 300 بحسبك بتكلفة تانية وفي الحالتين بدفعك 12.5 ضريبة على المكالمات فالالجوريزم اول حاجة بتيجي تسأل the number of minutes هل الدقائق اللي انا بتكلمها في الشهر at most هي وصلت 300 كحد اقصى يعني هل هي اقل من او تساوي 300 دي اذا كانت وصلت الى الحد الاقصى اللي هو 300 اللي هو تكلفته سابقة هل هي حدها الاقصى 300 في الشهر if so يعني if yes معناها ايه معناها اذا answer is او ال cost هتكون كام هتكون 29.95 دولار طيب انت بتدفع على 300 دولار المبلغ ده امال ليه بدرة في الرقم ده ما هيدي التكلفة الشهرية لشخص بيتكلم 300 او اقل بس اقلك فوق انت عندك 12 ونص ضريبة 12 ونص كام ضريبة دلوقتي بطريقة تانية انت بتدفع 29 واشرين بوينت 95 ده المبلغ السابت زائد انا عايز اجيب 12 ونص في المية يعني 12 بوينت 5 على 100 الدريبة ديت بتتحسب ازاي ان انا بدرة ب12 ونص على 100 ضرب 29 29 بوينت 59 تعارف ايلي حصل كده 12 ونص عالمية في 29 بوينت 95 ده جاب لك الدريبة الدريبة ديت اللي هي مثلا لو انت بتتكلم بتلاتين دولار تلاتين دولار هينضرب في 12 ونص عالمية هيجيب لك الدريبة بتاعتك اللي هي تكون تقريبا 3 دولار وكسر هجمحها على المبلغ السابت هو عمل المعادلة تاني بس لازت تكون فاهم ديت 29 و95 دي التكلفة السابت و29 بوينت 95 دربتها في 12 ونص عالمية جبت الدريبة تجمع دول مع بعض يجيب لك التودال هو عمل طريقة تاني ازاي دلوقتي ال 12 ونص عالمية اللي هي ايه لما تسم دي الحزبة معناها كام معناها بوينت 1 2 5 او 1 2 5 صح ما يدي ال 12 ونص عالمية طيب انا عايز ازودك او احسب المبلغ لكل زئد الدريبة قلنا قبل كده هتضرب الرقم الاصلي في يعني بمثال تاني لو انت معاك متريال وعايز ازودك 10 يعني 110 لو ضربت المية في 1 point 1 معناها 1 point 1 1 1 1 1 1 ضرب 100 هتكون 110 صح او يعني معنا كده انه لما اضرب في 1 point الرقم اللي بعد point هو الدريبة والرقم اللي قابله point اللي هو 1 هو الرقم الاصلي الاصلي فالضرب في 1 point 1 2 5 اللي هو نتيجة قسمة الـ 12 ونص على المية معناها ده الضريبة خلاص يعني لو بقولك زوده بـ 50% تضرب في 1 point 5 30% 1 point 3 برضو الضريبة هنا 12 ونص على المية صح يعني ايه يعني 1 point 1 2 5 طيب ده بالنسبة لو الشخص ده بتكلم 300 حد اقص او اقل if not معناه انه مكالماته اكبر من 300 طيب هنجي نحسب compute the difference هنجيب الفرق الفرق يعني يقصد المكالمات الزيادة فوق 300 number of minute الرقم الاصلي مثلا 310 ناس 300 مثلا يعني difference هو المكالمات الزيادة عن 300 multiply هضرب difference في 45 ده يجيب لك تكلفة المكالمات الزيادة لما تيجي تضرب difference اللي هو اللي زايد فوق 300 في 45 سنت يجيب لك تكلفة المكالمات الزيادة هتاخد الرقم ده وتجمع عليه 29 point 95 ده تكلفة 300 ليه سبت تكلفة 300 الست زايد ضرب difference اللي هو يتعدى 300 في 45 سنت يجيب لك تكلفة المكالمات الزيادة ده موآد يعني اين اجمع 29 95 زايد ضرب difference زايد difference في 45 جاب لك الكوست الكل multiply اضرب التوتل ده في نفس المعادلة في 1 point 1 2 5 يعني يجيب لك التكلفة ومضافا اليها نسبة 12 ونص في المية اللي هي التاكس طبعا ده سلفة تشكي جاء قبل كده من تحنم الترم كده نكون خلصنا الشابتر الاول في الس 140 اتمنى يكون واضح وبالتوفيق للجميع